اشتركوا في القناة من قدركم ويعلي من درجاتكم حبايب القلب ونشوفكم بأعلى الدرجات وأعلى المراتب حبايب القلب في هذا الفيديو رح نحل أسئلة الدورة الصيفية لامتحان العلمي للفروع العلمية أو الفرع العلمي لعام 2021 باختصار جيل 2003 هذا الجيل كان جيل التحدي وإن شاء الله نتحدى مع بعض سواء كنتوا طلاب تكميلي أو طلاب جيل 2004 نتحدى بعض إنه إن نتمكن من المادة بآلية إنها تكون إن شاء الله مناسبة جدا مريحة جدا الامتحان ليس بالصعب ولكن يقال بأنه طويل نوعا ما ولكن طلابي ما في عليهم خوف إن شاء الله رح تشوفوا كيف رح نحل الامتحان بأسهل طريقة ممكنة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم الآن بالنسبة للامتحان أستاذي نبدأ في ترتيب الامتحان طبعا كعدته الامتحان ما بيأتي المواضيع مختلطة مع بعض يعني بيأتي ترتيب للوحدة الأولى بعدها الوحدة الثانية الثالثة الرابعة يعني ما في مختلط للأسئلة ما بيأتي السؤال الوحدة أولى بعدها سؤال الثانية بعدها الثالثة بعدها الرابعة بعدها بخلطه تمام الآن بيأتي السؤال على نمط الترتيب للمادة السؤال الأول طبعا هنا في عندي بيأتي السؤال ضمن الامتحان عنوانه وترويسة الامتحان ومعطيني هون كيف بدي أتعامل مع الامتحان الامتحان عدد فقراته خمسين فقرة وعدد صفحاته سبعة هسا بتقول لي أبا سبعين سؤال سبع صفحات عفوا في خمسين سؤال كيف تحلهم بساعتين هسا رح نشوف مع بعض الوقت اللازم لحل الامتحان بالشكل المناسب نقول بسم الله الآن السؤال الأول بقول لي المعادلة التي تفسر السلوك الحمضي وفقا لمفهوم أرهينيوس دائما وأبدا نفسر حسب مفهوم أرهينيوس بكتابة معادلة التأيون في الماء إذا كانت حمض بدأ شوفه قوي ولا ضعيف بحيث قوي سهم واحد ضعيف سهمين تمام وفق السهم اتش تو او إذا كانت قوية معادلة التأيون دائما وأبدا قواعد أصلا دائما قوية بيكون عندي التأيون فيها تأيون كل ولازم تنتج او اتش مينوس فلما أجي أحكي كتابة سير سلوك حمضي حسب مفهوم أرهينيوس لازم يكون عندي معادلة سهم واحد فوق السهم اتش تو او إذا كان حمض قوي سهمين إذا كان ضعيف وينتج اتش بلاس يعني ممكن يجيب لنفس هاي بس واحد بسهم والثاني بسهمين فبدي أدير بالي انه يكون بسهم واحد إذا كان قوي إذا كان ضعيف في سهمين أما الباقي لا يفسر حسب مفهوم أرهينيوس الآن مثلا هاي تفسر حسب مفهوم بروينس دلوري هاي حسب مفهوم بروينس دلوري هاي حسب مفهوم لويس السؤال الثاني بقول لي السؤال تترتب القواعد المرافقة لمحاليل الحموض الضعيفة الافتراضية اتزد اتش واي اتش اكس اتش اي المتساوية في التركيز تبعا لقوتها انه واي ماينوس أنا بيهمني هون واي ماينوس أقوى كقاعدة مرافقة والأي ماينوس أضعف كقاعدة مرافقة كيف عرفت من إشارة الأكبر والأصغر فالسؤال بقول الحمض الذي له أعلى قيمة كي اي السؤال اللي لازم أعرفه انه الأعلى كي اي بالنسبة لقوة القاعدة المرافقة حسب جدول ام عباس العلاقة عكسية الأعلى كي اي بدي يكون أضعف قاعدة مرافقة مش أقل أضعف نفس الشي أضعف قاعدة مرافقة مين أضعف عندي هون لأضعف قاعدة مرافقة أضعف قاعدة مرافقة اي ماينوس فحمضها شو بدي يكون اتش اي شو الجواب دال فالأعلى كي اي للقاعدة المرافقة الأضعف ليس للقاعدة الحم أضعف قاعدة المرافقة السؤال الثالث المادة التي تسلق سلوكا مترددا أو سلوكا أنفوتيليا حكينا عنهم إما H2O أو أيون سالب يبدأ بH باستثناء HCO- سميناها كرنيبة فلذلك ما سيكون الجواب؟ السؤال اللي بعده الأيون المشترك في المحلول المتكون من القاعدة C5H5N والملح C5H5N هذا سؤال الأيون المشترك حبائبنا جماعة العلمية يريدون أن الأيون المشترك ما بين القاعدة وملحها الحمض المرافق للقاعدة سأضيف لها C5H5N H+, لو تيجوا تطلعوا الخيارات أنا عندي هنا C5H5H4N C5H5N يعني ممكن يلعب لي فيها ممكن يكتب ليها ماينوس تمام؟ فبدي أدير بالي الجواب ألف مش با لماذا؟ لأنه هنا H4 لا ألعبش في الـ Hات أنا أزيد H المرتبطة في الـ N تمام؟ محلول كم يساوي اللي لازم أعرف أنه NO3- تعتبر القاعدة المرافقة للحمض NO3- القاعدة المرافقة للحمض تركيز القاعدة المرافقة لنفس تركيز الحمض هذا شيء دائما أخذنا ونعرفه أنه دائما وأبدا في أي حمض شو ما كان لمطالبين فيهم إحنا دائما وأبدا تركيز H3O Plus نفس تركيز القاعدة المرافقة لنفس تركيز الحمض في القاعدة تركيز OH- نفس تركيز الحمض المرافقة نفس تركيز القاعدة هذه الشغلات إحنا لازم نكون عارفينها ما دامك بتدرس عندي وبالتالي هون ما دامه حمض قوي ومعطيني تركيز القاعدة المرافقة وهو نفس تركيز الحمض وهو نفس تركيز H3O Plus أقولي تركيز المحلول وهو نفس تركيز الحمض يعني شو بدي يكون نفسه خمسة في حشوق وسالة بثنين خيل أنت كطالب لا تحل سؤال زي هات شو رح يصير فيك نفسه بدك تدير بارك بس إنه قراءة السؤال في الكيميا نسبيا إذا كنت قارئ السؤال صح بجاوبه صح لأنه قراءة السؤال هي إجابته مش نصف إجابته أقولي نواتي اشتفاعلي NH4 Plus مع CH3 NH2 إذا حبيتوا بتكتبوا معادل إذا مش حبيين عادي على نفسه زي ما علمناكم أستاذي NH4 Plus زائد CH3 NH2 اتفقنا في هذه الأسئلة ونحدد من الحمض ومن القاعدة في البداية NH4 Plus ما دام هي حمض إذن هي قاعدة الحمض يقل والقاعدة شو مالها تزداد تمام أسا الحمض يقل NH4 Plus تصير NH3 وتعتبر القاعدة المرافقة والCH3 NH2 قاعدة بدي ينتج منها CH3 NH3 Plus وهو الحمض المرافق والسؤال شو بده النواتج ولا بده الزوج المترافق السؤال بده نواتج التفاعل مدام بده نواتج التفاعل NH3 CH3 NH3 Plus والجواب اللي هو ألف ديروا بالكم الإجابات بتعكككم إذا ما كنتوا عكيكة بيعقوا عليكم فكونوا عكيكة عاشا ما ينعك عليكم كم من عك في ذلك الآن أستاذ اللي لازم أعرفه لو جيتوا تطلعوا هون هاي وهاي تطلعوا كيف يلعبو لكم فيهم فبنا نركز اللهم صلي على سيدنا محمد السؤال السابع بقول السؤال يسلو كل ماء في تفاعله مع C-O- هسا الماء متردد صح؟ مع الحمض بقول أنا قاعدة إذا مع القاعدة بقول أنا حمض مع C-O- اللي هي عبارة قاعدة سلوكا مماثلا لسلوك إحدى المواد الآتية مدام متفاعل مع قاعدة فالأجتو يعتبر حمض فلازم إيش إنه نختار الجواب اللي بدي يكون في حمض لأنه بقولي المية رح تسلوك زي سلوك مين؟ سلوك الحمض طب مين اللي رح يسلوك سلوك الحمض في هذه المواد C-5-H-5-N قاعدة NH-4 بلاس حمض OH- قاعدة NH-3 قاعدة فالجواب شو مية بالمية تفقنا؟ طيب السؤال الثامن وهو سؤال على الأيون المشطع حلنا أكثر من مرة ولكن بما أنه هذا فيديو لحل الأسئلة كاملة فلذلك خلينا نأخذه ونعمله سكرينشوت ونأخذه على الويت بورد لأنه شوية بده مسافة عشان نحل فيه كثير طلاب استصعبت منه ولكن فكرة وردة في الكتاب لا يوجد فكرة غليبة عليه وحلينا زيه أفكار كثير من ضمن الأسئلة بقول السؤال بسمك اللهم وبحمدك محلول حمض الميثانويك حجمه 500 مل يعني معطيني الحجم 5 في 10 قوة سالب 1 وتركيزه 5 بال10 لتر يعني كمان تركيز الحمض يساوي 5 ضرب 10 قوة سالب 1 أضيفت إليه بلورات من ملح ميثانوات الصوديوم الملح كتلة المولية 68 الكتلة المولية لا الملح يساوي 68 فتغيرت قيمة بي أتش بمقدار 2 هذا مفتاحا للسؤال إنه السؤال معطيني دلتا بي أتش دلتا بي أتش بدي أركز إنه هون البي أتش في زيادة أو في نقصان معطيني إنه دلتا بي أتش تغيرت في مقدار 2 اللي لازم أركز عليه إنه إضافة الملح للحمض الضعيف بي أتش تزداد إضافة الملح للقاعد الضعيف بي أتش تقل وبما إنه إحنا ضفنا ملح على حمض ضعيف فالبي أتش تزداد بمقدار التغير يعني تزداد بمقدار 2 جميل فإذا علمت أنك إيل الحمض تساوي 2 في 10 قوة سالب أربعة ومعطيني بده كتلة الملح كتلة الملح المضافة أو لازم إضافتها الآن أستاذي في هذا السؤال أنا يعني لازم أفهم إنه السؤال مش معطيني بي أتش قبل إضافة الملح يعني أنا لازم بالعربي أحسب بي أتش قبل إضافة الملح بعدين أزيد لها مقدار التغير بالعربي لما أجي أقول بسم الله بدي أحسب بي أتش عشان أحسب بي أتش قبل على القانون تحت الجدر منقول تركيز الـ H3 يساوي تحت الجدر لـ K-A في تركيز الحمض ويساوي تحت الجدر الـ K-A كم قيمتها صلوا عن نبي 2 في 10 قوة سالب أربعة تركيز الحمض كم أستادي 5 في 10 قوة سالب واحد مهارتك الرياضية ليس إلا أستادي تحت الجدر 2 في 5 تعرف تشطب 10 مع 10 قوة سالب واحد بتروح صح 10 قوة سالب واحد واحد في 10 قوة سالب أربعة واللي هي بتحكيلي انه تركيز الـ H3 أو بلس كم تساوي تحت الجدر الـ 1 1 1 في 10 قوة سالب اثنين يعني بالعربي يا حبايب القلب بي أتش تساوي اثنين يعني هاي بي أتش قبل إضافة الملح طب بي أتش بعد إضافة الملح كم تساوي تساوي اثنين زائد دلتا بي أتش ليه شو بتساوي اثنين زائد اثنين وتساوي أربعة في بعض الناس بقول أستاذ أنا إذا مش عارف طب بي أتش بعد يعني بي أتش بخربط إنها تزداد ولا بتقل في هاي الحالة أستاذ بتقدر انت تعوض على قانون الذي علمناكم عليه لهو دلتا بي أتش تساوي بي أتش الكبير ناقص بي أتش لصغير صح ولما أجي أركز إنه هون إضافة الملح للإيش للقاعدة الضعيف للحمض الضعيف عفوا بدت بي أتش تزداد فلما أجي أقول هون بي أتش الكبير بجمع بي أتش لصغير هون وبجمع بي أتش هون فبتروح هاي زائد هاي وسط الفكرة تركيز الأتش ثري أو بلس يساوي واحد في عشرة قوة سالب أربعة هاي بعد إضافة الملح وعلى أساسها بعوض على قانون الأيون المشترك بس هذا القانون بدي أعوضه بدلالة تركيز الملح بحيث يصبح تركيز الملح يساوي على قانون اللي هو الأيون المشترك شو بيصير كي ايه في تركيز الحمض على الأتش ثري أو بلس شو اللي سويته عوضت قانون الأيون المشترك بس خليته بدلالة تركيز الملح بحيث يصبح كم قيمة الكي ايه اثنين في عشرة قوة سالب أربعة تركيز الحمض معطينا اياه اثنين في عشرة اخمسة في عشرة قوة سالب واحد على تركيز الاتش ثري وبلس حسبناها واحد في عشرة قوة سالب أربعة الآن أنا كبني آدم محدود الدخل مغسول لدماغ ممكن أشطب هاي مع هاي ممكن أشطب هاي مع هاي مع هاي شو بظل ولا ايش بظل واحد هذا تركيز الملح واحد مول لكل لتر خلصنا لا أستاذي أنا بدي كتلة الملح على قانون التركيز بس بعوضه بدلالة الكتلة شو بقول كتلة الملح تساوي حاصل ضرب تركيز الملح في الكتلة المولية في الحجم حلينا عليه كثير أسئلة على نفس النمط تركيز الملح واحد الكتلة المولية اللهم صلى على سيدنا محمد معطينا ياه ثمانية وستين الحجم معطينا ياه اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد خمسة في عشرة قوة سالب واحد وتساوي خمسة في ثمانية أر بعين خمسة في ستة ثلاثين وأربعة أربعة وثلاثين ضرب عشرة قوة سالب واحد لنفسها تساوي أربعة وثلاثين غرام يعني شو الجواب آلف نجح الصفحة الثانية الصفحة الثانية معطينا السؤال يبين الجدول المجاور أربعة رموز افتراضية لمحاليل حموض وقواعد ضعيفة متساوية التركيز واحد مول لكل تر ومعلومات عنها معطينا الآن أستاذي محلول حمض قاعدة معطينا A, B, H, C, H, D تمام معطينا في البداية لازم أنا أميز وأصنف المحاليل بحيث A و B يعتبروا قواعد و H, C و H, D يعتبروا حموض لازم أثبت أنا المعطيات بحيث هون معطينا قاعدة معطينا H3O plus خمسة فعشرة وقوة سالب ثلاثة فإذا بدي أطلع البي أتش لو بدي أقول البي أتش كم تساوي البي أتش هون تساوي سالب لغاريتم تركيز H3O plus وهي بالعربي 13 ناقص لغاريتم الخمسة معطينا السؤال لغاريتم الخمسة طبعا من ضمن المعطيات هايو 7 بالعشرة يعني 13 ناقص 7 بالعشرة وتساوي كم 12.3 فبالتالي في هذه الحالة أقول البي أتش تساوي 12.3 الآن أستاذي ثبتنا البي أتش هون معطيني وح هون معطيني بي أتش وما بدكم ثبتوا هون مثلا نثبت بي أتش ويفضل نثبت بي أتش إذن هون لو بدأ ثبت بي أتش وراح تصير اللهم اصلي على سينا محمد تركيز H3O plus كم بدي يساوي تركيز H3O plus بدي يساوي لهو 5 في 10 قوة سالب كم 5 تحريك الفاصل 6 تمام المقلوف المتمم اللي عوضنا بي أتش ثلاث اللهم اصلي على سيدنا محمد الآن أستاذي صنفنا المحاليين الحمض قاعدة وميزناهم وقارناهم من خلال BH السؤال التاسع بيقول لي رمز المحلول لما يقول لي محلول يعني بدأ تعامل مع كل المحاليين سواء كان كحمض أو كقاعدة زي ما علمناكم بحكي لي يكون تركيز OH- في أعلى OH- أعلى يعني بالعربي BH أعلى BH أعلى مين أعلى BH بينهم هون BH أربعة خمس فاصل ثلاث 11 12 فاصل ثلاث إذن إذن فأقول ماذا بس بدور على الأكثر قاعدية أو الأعلى BH عند إضافة بلورات من ملح NAD إلى محلول HD إضافة ملح للحمض الضعيف تمام إضافة للحمض الضعيف ثلاثة يزداد واحد يقل تركيز الحنض H3 أو عفوا تركيز الحنض OH- والBH بينما يقل H3 أو الأكثر الوحيد هو H3 أو فهون هل يزيد H3 أو لا يقل هل تقل OH- لا تزداد هل تقل PH لا تزداد هل يزداد تركيز الحنض الهو HD نعم طب سؤال 11 بحكي لي محلول الB تركيز 4% فإن قيمة PH له تساوي في هاي الحالة أستاذي بقدر أنا أحله بطريقتين طريقة الأولى اللي هو أستاذي في هذا السؤال السؤال معطيني PH تساوي 11 لما يكون التركيز يساوي 1 فكم قيمة الB H لما يكون التركيز كم 4% في هاي الحالة ممكن أنا أوجد قيمة KB تمام وعلى أساسها أحل السؤال تمام فالآن لو يجينا نحكي نفترض أنه السؤال معطيني التركيز 4% تمام يعني بعمل زي هيك PH تساوي 11 لما يكون تركيز القاعدة يساوي 1 طب الB H كم تساوي في هاي الحالة إذا كان التركيز القاعدة يساوي 4% في هاي الحالة أستاذي لما أنا بدأ أوجد قيمة BH لما يكون في عندي مجهول اللي هو KB من وين نوجدها نوجد KB من المعطيات المعطاة في السؤال هون مدام معطيني BH فإذا تركيز H3O كم تساوي 1 في 10 قوة سالب 11 إذا تركيز OH كم تساوي 1 في 10 قوة سالب 3 إذا يا حبايب النبي صلوا عليه بوجة قيمة KB ليش بتساوي تركيز OH تربيع على تركيز القاعدة وبقدر أقول في هاي الحالة OH تساوي 1 في 10 قوة سالب 3 تربيع سالب 6 تركيز القاعدة هي معطيني 1 تمام ما بعوض هذا التركيز أنا بدي أوجد البي عند هذا التركيز فإذا كم تساوي 1 في 10 قوة سالب 6 على هذا الأساس بوجة قيمة البي عند هذا التركيز البي قوة سالب 2 لما أجي 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 تحت الجدر لالك بي في تركيز القاعدة وي تساوي تحت الجدر كم قيمتها وجدناها 1 في 10 قوة سالب 6 تركيز القاعدة 4 في 10 قوة سالب 2 وتساوي تحت الجدر 1 في 4 4 في 10 قوة سالب 8 لتساوي 2 في 10 قوة سالب كم 4 جميل طلع لها تركيز الواتش مينوس طلع لله 3 أو بلس انديريكت اتش 3 أو 11 ناقص 7 بال 10 و تساوي 10 3 فالان استاذي ما هو الجواب 10 3 سؤال 12 يقول العبارة الصحيحة المتعلقة في محلولي الملحين NAC و NAD لهم التركيز نفسهم لما اتحدى نا 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 بيقول السؤال في هاي الحالة بس ركزوا معاي انو البي اتش هون 5 فاصل 3 والبي اتش هون كم تساوي 4 تمام تمام اللهم صلى سين محمل بيقول السؤال هل قيمة بي اتش للان اي دي اكبر من بي اتش للان اي سي طلعوا لي هون اي الان اي سي وهي الان اي دي هل بي اتش لان اي دي اكبر من البي اتش للان اي سي لا طب محلول الان اي دي اقل قدرة على التميه من الان اي سي فسا هذا الملح قاعدي علاقته مع البي اتش علاقة طردية فبالتالي الان اي دي عشان يكون اقل قدرة لازم يكون اقل بي اتش هل هو اقل بي اتش هي بي اتش اربعة نعم اقل بي اتش في الجواب لان الملح القاعدي مع البي اتش علاقته طردية فالاقل قدرة على التميه هو الاقل بي اتش سؤال 13 بحكيلي اذا علمت ان كي بي لالسي اتش اتش اكبر من كي بي لالانتو اتش لهم التركيز نفسه تمام فبادي بقول هون اللهم صلى على سيدنا محمد سي اتش 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 ومعطيني الانتو اتش معطيني ان الكي بي لهذا اكبر من الكي بي لهذا جميل قارنوني بناء على المم عباس هل قيمة بي اتش والسي اتش اقل من بي اتش لالانتو اتش بي اتش اقل من بي اتش لانتو اتش لا لان العلاقة بينهم تردي بين الانتو اتش تركيز الانتو اتش موجب أكبر من تركيز الCH3NH3 موجب ديروا بالكل ما يقولي السؤال تركيز تركيز يعني هاي نفسها الOH مينوس تمام هاي نفسه مين الOH مينوس فهل الOH مينوس للN2H5 موجب للN2H4 يعني OH مينوس تمام أكبر من الOH مينوس للCH3NH2 أكيد لا لأنه إيش لأنه العلاقة ترضية بين الOH والكابي طب الحمض المرافق للN2H4 الحمض المرافق للN2H4 أقوى من الحمض المرافق للCH3NH2 نعم ليش لأنه العلاقة عكسية بين الحمض المرافق بين قوة الحمض المرافق مع ايش الكابي والبياتس وقوة القاعدة فبالتالي في هاي الحالة الجواب جيم هسا في طلاب يخربطوا هسا بدكم يديروا بالكم في فرق ما بين تركيز الحمض المرافق مع قوة الحمض المرافق تركيز الحمض المرافق مع قوةه علاقة عكسية يعني تركيز الحمض المرافق هو نفس تركيز الOH ماينوس قوة الحمض المرافق اللي هي علاقتها عكسية مع الOH والبياتس والكابي تمام؟ طائب سؤال الرقم 14 بيقول لي السؤال المحلول الذي له أقل بياتس لما يقول لي أقل بياتس يعني بالعربي بيكون أكثر حمضية بحيث في هذه الأسئلة اتفقنا مع بعض مندور على الحمض القوي ما لدينا حمض قوي ديكون ضعيف ما لدينا ضعيف ديكون ملح حمضي فيه حمض قوي لا فيه حمض ضعيف نعم H2SO3 هسا إذا ما لدينا حمض ضعيف ديكون ملح حمضي اللي هو H4CL فبننا ندير سؤال 15 بيقول لي الحمض والقاعدة المكونات للملح NaOCL NaMوجab OCL Minus NaOH و HOCL شو الجواب دع السؤال الرقم 16 تأكسد واغتزال 15 سؤال الحمض والقواعد خلصناهم بيقول لي السؤال يسلك الأكسجين كعامل حكينا ملاحظة مهمة جدا انه في جميع التفاعلات يسلك الأكسجين كعامل مؤكسد باستثناء عند تفاعله مع الفلور فإنه يسلك كعامل مختزل فهل يسلك كعامل مؤكسد عند تفاعله مع الكلور آه نعم صح آه والله صح لأن لو قل فلور ها مؤكسد عند تفاعله مع الفلور آه هاي غلط تمام لأنه في كل المركبات يسلك الأكسجين كعامل مؤكسد إلا باستثناء لما يتفاعل مع الفلور فيسلك كعامل مختزل يعني لو قل مؤكسد عند الفلور بقوله لا مختزل عند الفلور يعني لو قل مؤكسد عند الفلور بكون آه هذا الجواب صح تمام مختزل مع الهيدروجين مختزل مع الماغنيسيوم لا دائما وأبدا يكون مؤكسد مع جميع المركبات إلا مع الفلور بسم الله نجا على السؤال اللي بعده بحكيلي لديك الفلزات مجي أن آي سي آر سي دي وجميعها تكون على شكل عيونات ثنائية موجب يعني شحنتها موجب اثنين في مركبات إذا علمت أنه يمكن تحريك محلول الأم جي أس أو فور بملعقة من الفلزات أن آي سي آر سي دي يعني الأم جي كمحلول جهد اختزاله أقل فبالتالي يعني هذول أكبر يعني بالعربي السي دي أكبر من الأم جي والسي آر أكبر من الأم جي والأن آي كجهد اختزال أكبر من الأم جي جميل النقطة الثانية التحكيلي يمكن تحريك السي دي أس أو فور بملعقة من الأن آي شو يعني يعني السي دي كجهد اختزال أقل من الأن آي السي دي كجهد اختزال أقل من الأن آي ولا يمكن تحريكه بملعقة مصنوعة من الكروم سي آر يعني المحلول شو ماله أكبر فبالتالي هون سي دي أكبر من السي آر الآن يجب أن تحريك أو لا يمكن تحريك المحلول يكون شماله بالنص بينهم يتحرر غاز الهيدروجين يعني جهد اختزال الفلزات شمالها سالبة مع حمض الهيدروكلوريك المخفف يعني الهيدروجين أكبر منهم هيدروجين أكبر من مين مين أكبر واحد اللي هو الني صح؟ الني أكبر من مين من السي دي أكبر من مين مين السي آر أكبر من مين؟ من الامجي لأن الني والسي آر والسي دي كله أكبر من الامجي بس لما يجينا رتبنا هون لقينا الني أكبر من السي دي أكبر من السي آر واللي هي أكبر من الامجي فما نلاحظ هون هذا أعلى جهد اختزال وهذا أقل كجهود اختزال فسؤال 17 يحكيلي الفلزان اللذاني وكونا خليق الفانيلة لها أعلى جهد معياري بدأ أختار أعلى واحد وأقل واحد ولكن بدكم تديروا بالكم لما يقول لي الفلزان نستثني اللافلزات تمام؟ وهو اللافلز في هذا السؤال وهو هيدروجين فلي بيجي على إيش؟ الأقل منه تحديدا اللي هو الني والأعلى أقل واحد اللي هو الامجي فبدي يكون ان اي امجي ان اي امجي العنصر الذي يستطيع اختزال ايونات السي ار موجب اثنين حكينا يستطيع اختزال يعني بد يكون أقل منه أقل من السي ار أقل من السي ار من السي ار دا تكون أعلى منه بيش غيره الامجي الترتيب الصحيح لايونات الفلزات بصفتها لقوتها أو بقوتها طبعا عوامل مؤكسدة العوامل المؤكسد بدكم تديروا بالكم علاقتها مع جهد الاختزال العلاقة طردية صح؟ فالاقوى كعامل مؤكسد هو الاعلى كجهد الاختزال والاعلى كجهد الاختزال هي نفس الترتيب صح؟ فبالتالي بدي ادور على طبعا هون مش موجود الهيدروجين من ضمنها لانه قل لي ايونات الفلزات فبالتالي ده احكي ن اي سي دي سي ار ام جي ن اي سي دي سي ار ام جي لهو ترتيب ودال سؤال اثناء عشرين بقول لي عدد تأكسد جميع ذرات عناصر المجموعة السابعة والهالوجينات اللي سميناها فسل براي حكينا بالنسبة لفسل براي فلور كلور بروم ويود بدنا ندير بالنا انه اذا كانت على شكل عنصر حر اف تو سي ال تو بي ار تو اي تو بيكون عدد تأكسدها صفر اما اذا كانت مرتبطة لفلور في مركباتها دائما وابدا سالب واحد اما سي الو بي ارو اي سالب واحد في جميع مركبات اي عودية وموجب اذا كانت تحتوي على اكسجين فبقول لي السؤال سالب واحد في جميع مركباتها لا الفلور في سميع مركباتها أما سل براي مش في كل مركباتها موجب واحد في مركباتها الاي لا وتسبة لي ليس كبه وانات مع UCLA هي خلقة السكان الى اكسجين لم يillah كلهم إلا عندما يكون انها اكسجين واحدة وسي الو بي ارو اي certification الفلور لا سالب واحد في مركباتها الايونية نعم هاي القاعدة اللي بتقدروا تحكوا انها تنطبق على جميع مركبات اللي فيها فسال براي او سميناها المهالوجينات او المجموعة السابعة سؤال 21 حلينا اصلا من ضمن اسئلة الفصل موجود ولكن من ندير بالا نحله كمان مرة بقول السؤال عدد مولات OH- اللازم اضافتها الى طرفي المعادلة الاتي لموازنتها في وسط قاعدة الان استاذي عشان نوازنها في وسط قاعدة الموضوع جدا بسيط باجي انا استاذي بكتب المعادلة اللي هي AL انصاف التفاعل AL صارت ALO2- تمام وNO3 ماينوس شو صارت NH3 لو ركزنا شوي مع بعض منلاحظ انه AL1 AL1 اكسجين 2 اكسجين ما فيه من ضيف 2 H2O هيدروجين 2 في 2 الان اربعة من ضيف هون اربعة H plus شحنات هون 00 هون سالب واحد هون موجب اربعة اربعة ناقص واحد تساوي ثلاث فمن ضيف هون ثلاثة الالكترون للطرف الاكثر موجبية لما نيجي على النصف الثاني عندي الان اكسجين 3 اكسجين ما فيه من ضيف هون ثلاثة اجتو او هيدروجين هون ما فيه هون ثلاثة ثلاثة زائد ثلاثة في اتنين ستة ستة وثلاثة تسعة وتسعة فمن ضيف هون تسعة اتش بلاس لما اجي على الشحنات تسعة في موجب واحد موجب تسعة سالب واحد تساوي موجب ثمانية فبزيز ثمانية الالكترون للطرف الاكثر موجبية هسا الان والسادي الالكترونات غير متساوية والسؤال طالب مني كم عدد الو اتش ماينوس اللازم اضافتها فبالتالي بدي اضرب النصف الاول بكم بثمانية والنصف الثاني فيه اربعة اضرب يلا ثمانية في اثنين ستتاش وهون عندي ثمانية هون عندي ثمانية صح الان وهون عندي ثمانية في اربعة ثنين وثلاثين ثمانية في ثلاثة اربعة وعشرين يعني ما بيلزم غير لما تكون حافظ جدوى للضرب بس اربعة في ثمانية كم تساوي ولا هون منضربها هاي ثلاثة منضربها بثلاثة عفوا لان فوق ثلاثة عادي هستنتبه ثلاثة تمام ثلاثة في ثمانية اربعة وعشرين ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين وهون ثلاث وهون ثلاث وهون تسعة هسا الان استاذي انا ما بيهمني غير اني اتأكد الالكترونات تشطبت صح؟ تمام هسا ما داموا السؤال بده عدد مولات الOH زي ما علمناكم بركز تحديدا بس اني اساوي عداد الالكترونات بعدين بشطب اله ادي هون ثلاثين عندي هون سبعة وعشرين بتروح السبعة وعشرين مع الاثنين وثلاثين ثلاثين ناقص سبعة وعشرين كم تساوي خمسة فبنا نكتب هون خمسة هذا المتبقي كم بدك تضيف OH منوس بنفس مقدار اله بلوس خمسة OH منوس فالجواب بده كم عدد OH منوس اللازم اضافتها لموازنة نصف التف او موازنة معادلة التفاعل لهي كم خمس عليها نفسيا ما في داعك اكتب معادلة التفاعل كلية وقعد ساعة شطب ومش عارف شو استاذي لانا ضربت والامور بسيطة وسهلة وما الي بالباقي السؤال اللي بعده بحكيلي يتصاعد غاز الهيدروجين عند احد اقطاب الخالية قلفانية مكون من قطب الهيدروجين المعياري وقطب الفلز اكس هسا الان استاذي ما دام تصاعد غاز الهيدروجين يعني اكس جهد اختزال شو ما له سالب شاني جهد اختزال سالب يعني اكس اقل من الهيدروجين كجهد اختزال جميل بقول لي السؤال يمكن حفظ اتسي ال في وعاء من اكس هل المحلول اقل من الوعاء لا ينحرف مؤشر الفولتميتر باتجاه قطب اكس لا اكس اقل كجهد اختزال فراح يكون مصعد رح يكون باتجاه الهيدروجين قيمة جهد الخلية المعياري سالب مدام صار في تفاعل وتصعد غاز الهيدروجين اكيد موجب لانه جهد اختزال الفيل السالب اما الخلية سيكون موجب اكس كعامل مختزل اقوى من الهيدروجين نعم ليش لانه جهد اختزال اقل فهو كعامل مختزل اقوى السؤال اللي بعده بحكي للسؤال اعتمادا على المعلومات الواردة المجاورة في الجدوى المجاور اجب عن الفقرات ومعطيني جهد اختزال الهيدروجين يساوي الآن استادي ما دام ما اعطيني خلايا في البداية بدي اطلع على التفاعل من المصعد من المهبط اللي صار عليه اختزال مهبط اللي صار عليه تأكسد مصعد او اللي علي ايونات شحن مهبط والمعلي هو الشحن مصعد يعني بالعربي هذا مهبط وهذا مصعد تمام هذا مهبط وهذا مصعد وهذا مهبط هذا مصعد لما السؤال يكون ما اعطينا جهد اختزال تمام يعفوا جهد خلية ويعطينا قطب الهيدروجين المعياري هنا لازم لازم احسب جهود الاختزال للعناصر تمام لهم العناصر اللي معطينا ايهم ا و ب و س بناء على مين بناء على قطب الهيدروجين المعياري كقطب مرجعين فلذلك هون ما اقدر احلهم بناء على خط الاعداد او الطريق اللي علمناكم اياها اللي نسميناها بمربط الفرس تمام تحديدا هاي الهيدروجين الهيدروجين كم جهد اختزاله صفر هسا الان استاذ الهيدروجين مرتبط مع مين مع س و س تعتبر مصعد دائما وابدا الى الامين او الاعلى كجهد اختزال بيكون مهبط والاقل كجهد اختزال بديكون شماله مصعد يعني على اليسار على اليسار بكم على اليسار بمقدار سالب 85% اه يعني هذا التفاعل غير تلقائي فلما ادي احكي صفر ناقص ناقص 85% فالتفاعل شماله راح ينعكس يعني الان استاذي عشان اخلي قيمته موجبة 85% تمام بدي اضطر اعكس التفاعل يعني بيصير عندي تأكسل واختزال عكسي بحيث تصير س زائد تمام س موجب اثنين زائد H2 بتصير على شكل C زائد 2H ليش لانه جهد الخلية سالب قيمة جهد الخلية سالب او تيجو تحكو الصفر ناقص ناقص 85% فهي على اليمين فبالتالي هون بدي يكون من الفلز شو اسمه C وعلى هذا الاساس لانه C بدي يكون مهبط والH بدي يكون مصعد وهون قدي جهد الخلية تبعه 85% الآن استادي هسا لو بدي احسب جهد اختزال A بناء على C الآن استادي C مهبط وA مصعد على يمين ها في مقدار 98% تمام 98% فلما اجي انا احكي بدي اخذ المسافة ما بين A وC 85% اطرحوا منها 98% كيف تطلع 85% ناقص 95% ستطلع بالسالب 98% صح اللهم اصدر على سيدنا محمد 89% هاي فاصل صفر فاصل صفر 8 ناقص 5 ثلاث 9 ناقص 8 واحد صح بدأ تطلع 13% لجهد اختزال مين جهد اختزال المادة C طبعا بالسالب سالب 13% الآن ومن خلالها كمان بدأ احسب جهد اختزال مين عفوا هاي ايه موسي احسب احسب جهد اختزال B B مصعد يعني على اليسار بمقدار 27% هسا هون سالب 13% بدي امشي كمان سالب 27% لتطلع كم سالب 40% اللي هي مين اللي هي B طلعنا جهد اختزال كل عنصر من العناصر اذا مش عجبيتكم هاي الطريقة بتقدروا تعاوضوا على الطريقة اللي تعلمتوها كمان نفس الشي أستاذي على قانون اين ودخلية بحسب جهد اختزال بناء على هيدروجين ومن الهيدروجين بحسب جهد اختزال بناء على C بدي اختزال A ومن A بدي اختزال B الآن السؤال طبعا احنا طلعنا جهد اختزال C والA اختزال قيم الجهد المعياري E not bolt لخلية الفانية قطباها B والC خلية الفانية قطباها B والC بحسب جهد الخلية باجي بقول E not خلية تساوي E not الكبير ناقص لصغير الكبير اللي هو 85% ناقص ناقص لصغير اللي هو كام 40% اجمع يا كبير شو بتساوي اللهم صلى على سيدنا محمد هاي 5 4 8 12 صح ممتاز هاي 1 و 25 في المية موجب فالجواب شو جيم العامل المختزل الاضعف بدي يكون شو ماله بدي يكون اعلى الاعلى E not اختزال الاعلى E not اختزال من الاعلى E not اختزال اللي هو C بس ما دام فيه هيدروجين هيدروجين اكبر من الهيدروجين جميل الآن استاذي سؤال 25 وقل إذا علمت أن قيمة جهد اختزال Y موجب 2 سالب 23 فإن الفيلز Y يكون مهبط في خلية قلفانية قطبها يكون مهبط يعني يكون أعلى يعني Y أعلى من مين جهد اختزال سالب 23 في المية أعلى من 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 B أما كل اللي بعده A H C أعلى من Y فبالتالي يكون أعلى من B يعني Y و B Y و B سؤال 26 يحكي لي يحدث التفاعل الآتي عند درجة حرارة معينة فأن العبارة الصحيحة المتعلقة بالتفاعل بمرور الزمن اللي بدنا نعرف أن التفاعل الكيميائي يستمر بتناقص تركيز المواد المتفاعلة وزياد التركيز المواد الناتجة لما CONO2 مواد متفاعلة CONO مواد ناتجة هذول يقل وهذول يزداد تبقى سرعة التفاعل ثابتة يوك يقل تركيز CO2 لا يزداد لأنها مواد ناتجة يقل تركيز NO2 الجواب نعم لأنها مواد متفاعلة تزداد سرعة التفاعل أتشيد لا السؤال اللي بعده بحكيلي التفاعل لفتراض X Z Y تعطيني نواتج عن درج حرارة معينة تم الحصول على البيانات في الجدوى الأدنى أدرس ثم أجب عن الفقرات ما أعطيني هون قيمة K مادام ما أعطيني قيمة K أستاذي مباشرة دايريكت هيت تدل على الرتبة الكلية كم الرتبة الكلية مادام هاليتر لكل مولد ثاني يعني الرتبة الكلية ثنين تمام مجهولة فبالتالي باستفيد من ثبات تركيز المادة X في التجربة الأولى والثانية وبقارن هون منلاحظ أن التركيز انضرب بثلاث السرعة ثبت للأسس تطلع ثلاث فاصل اثنين في عشر قوة سالب ستة أيضا انضربت بثلاث مادام هين ضربت بثلاث وهين ضربت بثلاث فرتبة Y تساوي واحد وما دام الرتبة الكلية تساوي اثنين فإذا رتبة X كم تساوي كمان واحد فلما يقول السؤال قانون سرعة التفاعل بدي يكون X قوة واحد وY قوة واحد والجواب ايش هو با اشتعتمدوا لأنه X صفر لأنه تركيز ثابت لا يا أستاذ يديروا بالكم سؤال 29 يقول لتركيز المادة Y مول كل لتر في التجربة رقم 3 كم يساوي إما أنا بأوجد قيمة K السؤال عفوا معطيني قيمة K 2.2 في عشق وسالب 4 والسرعة موجودة بعود تعويض أو باجي شو بقول بطريقتنا المختصرة ممكن أنا أجي أقول كيف أنه أقارن أي شي يريد إياه مثلا تجربة الأولى مع الثالث بتزبط بتزبط تجربة الأولى والثالثة التركيز نضرب بكم مثلا نفترض أنه نضرب بصاد كم رتبة Y واحد الآن التركيز هون كان 2 بالعشرة صار واحد بالعشرة نضرب بكم بنص بعوض هون نص كم رتبته واحد تساوي كان 4 صار 8 يعني نضرب بثنين فعشان أتخلص من النص بضرب في كم في 2 على 1 مقلوب وهون في 2 على 1 فصاد تساوي 2 في 2 4 فكان التركيز 1 بالعشرة نضرب بصاد صاد اللي هي 4 فبالتالي بديصير كم 4 بالعشرة يعني بالعربي إذا مش حابين يتعوض على قانون إحنا منقدر نعوض على قانون سرعة التفاعل تساوي K في تركيز Y في تركيز X ولكن بما إنه مش حاب أعوض بقدر أحل direct وبدون إيش ما وجع رأسي تفقنا سؤال 30 بقول تقليل تركيز المادة X في التفاعل مع ثبات العوامل الأخرى تركيز المادة X المادة X تعتبر مادة متفاعلة صح ولا لا فبالتالي شو يساوي لما أجي أقلل تركيز المواد المتفاعلة تمام بده إيش بده يزيد تركيز النواتج يعني زيادة زمن ظهور النواتج لأنه إذا زيادة زمن الظهور النواتج يعني سرعة التفاعل بدها إيش بدها تقل صح بالجواب هي طب زيادة سرعة استهلاك المادة X لا نقصان زمن ظهور النواتج يعني التفاعل يصير أسرع لا زيادة عدد التصادمات الفعالة كمان لا بينهم شمالها علاقة عكسية سؤال 31 يحكيلي التفاعل الافتراضي A زائد 40 kg هاي 40 kg تمثل delta H وعند درجة حرارة معين إذا علمت قيمة طاقة التنشيط التفاعل العكسي تساوي نصف طاقة التنشيط للتفاعل أمامي قديش قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي يعني عليك هذا السؤال يستصعب منه ليش مش عارف ركزوا معاي مادام هاي من ضمن المواد المتفاعل تعتبر أو يعتبر التفاعل ماص مادام التفاعل ماص يعني رسمتي من كبير لصغير ولا من صغير لكبير يا كبير من صغير لكبير لأن التفاعل ماص مادام معطيني أن طاقة التنشيط للتفاعل العكسي تساوي نص القيم اللي هون ومادام ما أعطينا 40 كيلو جول يعني اللي هي هاي هاي شايفين اللونها بلون ثاني اللي هي هاي قيمتها 40 تمام فلما ركز مع بعض شوي من لاحظ انه مثلا لو سمينا هاي سين هاي شو رح تكون 2 سين لأن هاي ضعف هاي صح فلو جينا نقول 2 سين تساوي هاي زائد هاي اللي هي سين زائد 40 صح ونقول لنجهة الثانية شو بتصير 2 سين ناقص سين تساوي 40 نين سين ناقص سين سين تساوي كم 40 فبالتالي سين اللي هي طاقة التنشيط للتفاعل العكسي تساوي 40 طب طاقة التنشيط للتفاعل 40 80 سؤال شو بده طاقة التنشيط للتفاعل العكسي 40 بس بس تمام حبايبي نكمل للصفحة اللي بعدها يا رب نقول بسم الله بالصفحة الخامسة بقول السؤال تفاعل افتراضي ايه بتعطينا بي تم في متابعة اثر تركيز المادة ايه في سرعة التفاعل في تجربتين عند درجة الحرارة نفسها تمام فاذا كان تركيز المادة ايه في التجربة الاولى 2% وقيم الثابت السرعة تساوي 2 بالعشر لتر لكل مولد الثاني معنى لتر لكل مولد الثاني يعني انه الرتب الكلي كم تساوي اه تساوي 2 وما دام ها مادة متفاعلة واحدة يعني بقدر اكتب قانون سرعة التفاعل معطيات السؤال قبل ما كمل القراءة كمل القراءة الان بقول للسؤال فاذا تمت متابعة التركيز او اذا تمت مضاعف التركيز المادي ايه في التجربة الثانية مرتين معنى مرتين يعني انضرب التركيز في اثنين يعني صار التركيز بدل اثنين شو بدي يصير اثنين في المية ايصير اربعة في المية انا ما ربعت ضربت في اثنين ديروا بالكم هس بقول السؤال فان سرعة التفاعل بوحدة مول لكل تق بسيطة عوضو تعويض مباشر كم قيمتها اثنين بالعشرة اثنين ضرب عشرة قوة سالة بواحد ضرب تركيز ايه بعوضو اربعة في المية لانه تمت مضاعفته فبعوضو اربعة في المية لما اجي اربعها شو بتتصير تساوي اربعة في اربعة ستاش صح وعندي هون اللهم اصل اسم محمد منزلي منزلتين ثلاثة اربعة يعني عشرة قوة سالة اربعة صح جميل وتساوي اثنين ضرب عشرة قوة سالة واحد ضرب ستاش في عشرة قوة سالة اربعة اثنين ايه ستاش اثنين في ستاش كم تساوي اثنين وثلاثين ضرب عشرة قوة سالة بشون خمسة اذا شو الجواب فابتكم ندلوا بالكم اذا قال تمت مضاعفة التركيز او ضعفنا التركيز مرتين ضربنا بثنين هسا التربيع اللي هو وين في الرتبة لما عوض اقانون السرعة السؤال اللي بعده يحدث التفاعل عنده درجة حرارة معينة اذا كانت قيمة ثابت السرعة ك هاي معطيني ك 2.5 عشرة قوة سالة ب4 لتللي كل مولد الثاني يعني الرتبة كم تساوي الرتبة الكلية تساوي 2 جميل معطيني سرعة التفاعل فان تركيز CH3CHO اكتبوا قانون السرعة في البداية قانون السرعة شو سيكون هون C تساوي ك تركيز CH3CHO بس ما دام الرتبة الكلية 2 فبالتالي رتبتها 2 جميل جمال ملوش مثال عفكرة هاي الارقام من وين من أسلت الفصل نفس أسلت الفصل نفس الارقام ولكن ما علينا السعيندي هون اللهم صل عسينا محمد سرعة التفاعل بدو تركيز CH3CHO بخلي القانون بدلال تركيز CH3CHO باجي بقول CH3CHO تنسوش التربيع تساوي اللي هي السرعة على K بتقدر تأخذ تحت الجذر هون تحت الجذر هون عشان تطيل التربيع بتصفي تحت الجذر يلا السرعة كم قيمتها واحد في عشرة قوة سالب خمسة على قيمة K كم تساوي اثنين ونص در بعشرة قوة سالب أربع جميل لما أجي أعوض هون هاي عشرة بتصير هاي سالب ستة عشرة عثنين ونص كم حبايب القلب تساوي أربعة ضرب عشرة قوة سالب ستة عثنين أربعة سالب اثنين تحت الجذر للأربعة اثنين تحت الجذر العشرة قوة سالب اثنين سالب واحد لأنه تحت الجذر للأس قسمته عثنين فبتطلع اثنين ضرب عشق وسالب واحد او اثنين بالعشرة شو الجواب الجواب الف دير بالنا من هاي الاسئلة قد ما هي سهلة وبسيطة ولكن بدنا نركز اكثر مش عليها مش اكثر من هيك الآن السؤال بيقوللي سؤال رقم 34 الشكل يمثل بناء المعقد المنشط 2 A B بتعطينا A 2 زائد B جميل هس لما هدي اطلع هون 2 A B روابط بين A و B رح تتفكك صح 2 A B رح تتفكك الروابط بين A B و A B رح تتكون بين A 2 B 2 A A B B شو المعقد المنشط يكون هون ب A B A أو A B تمام هس هون على الجهت A سيطلع A B A B صح أو A B A B فهذا ليس المعقد المنشط هذا هو المعقد المنشط هل يجب أن يكون التصادم بالاتجاه الذي يؤدي إلى تكوين النواتج المطلوبة سؤال اللي بعده بقولي في التفاعل الافتراضي معطيني A زائد B تعطينا 2 C زائد 40 K يعني الآن أستاذي ما في عاقل في الدنيا ما بيقدر يميز أنه هون مركزين على سرعة التفاعل وتحديدا على درس التغير في المحتوى الحراري وأثره في سرعة التفاعل أو طاقة التنشيط فالآن أستاذي هون 40 K يعني يدل على أنه التفاعل شماله طارد تمام وتدل على قيمة الدلتات ما أبني ننساها الآن ما دام التفاعل طارد ومعطيني نرسم رسمة التفاعل الطارد عندي هون مدام طارد يعني من كبير لصغير تمام ومعطيني عندي عامل مساعد يعني نرسم رسمة العامل المساعد هاي أحلى عامل مساعد جميل أهم شغل نعوض 40 K اللي هي الدلتا أتش بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة جميل ومعطيني إذا علمت أن طاقة المواد المتفاعلة كم تساوي 70 هاي أحلى مواد متفاعلة 70 70 40 30 أي شي دا يجي قدام كم على السري حطوه عادي معطيني كمان طاقة التنشيط للتفاعل الأمامي بدون عامل مساعد 110 أمامي بدون عامل مساعد يعني بالعربي ما بين هذه وهذه هاي قيمتها 110 تمام نكبر شوي عشان نفرجيكم الرسمة فما دام هاي تساوي 110 يعني 70 زائد 110 قداش تساوي يا حباي بالنبي صلى عليه 180 انكمل شو كمان ما عطيني اللهم صلى عليه سلام محمد وعند إضافة العامل المساعد إلى وعاء التفاعل انخفض الطاقة التنشيط بمقدار التفاعل عكسي تفاعل أمامي معاقد المنشيط تفقنا عليها مش فارقة بمقدار عشرة معنى كلمة انخفضت يعني المسافة ما بين الجبلين يعني بين هذا الجبل وهذا الجبل هاي عشرة تمام فبالتالي ما دامها انخفضت بمقدار عشرة يعني قيمة إيش قيمة طاقة المعقد المنشيط بدون العامل المساعد قداش تساوي بوجود العامل المساعد أفضل التي يطرح منها عشرة كم تصفي مية وسبعين تمام تمام يلا نحل السؤال بقول السؤال قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي طاقة التنشيط تفاعل عكسي بوجود العامل المساعد عكسي بوجود العامل المساعد من مية وسبعين الين كم ثلاثين مية وسبعين ناقص ثلاثين كم تساوي مية وربعين هاي هي طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بدون العامل المساعد هاي ينبين الجواب دال سؤال ستة وثلاثين بقول طاقة وضع المعقد المنشط بوجود العامل المساعد معقد منشط بوجود العامل المساعد حسبناها مية وسبعين ديروا بالكم تطلخبطوا سهل جدا ما بدها ايشي سؤال سبعة وثلاثين يحكيلي طاقة التنشيط للتفاعل امامي بوجود العامل المساعد ما بين المية وسبعين والسبعين كم تساوي مية فالجواب شو مية سؤال ثمانية وثلاثين طاقة وضع المواد الناتجة المواد الناتجة قديش طاقتها حسبناها بداية السؤال ثلاثين كيلو جول خلصنا الصفحة الخامسة الآن نيجي الصفحة السادسة بسم الله الشكل المجاول يمثل توزيع الطاقة الحركية على جزئات غاز ما عند درجتي حرارة مختلفتين دال واحد ودال اثنين لو هضو نتطلع المنحنة هنا منحنة ماكس والبولتزمان أستاذي حكينا أنه يناقش أثر زيادة درجة الحرارة في سرعة التفاعل احنا بهمنا أستاذي عن طاقة التنشيط كيف عرفت أنه طاقة التنشيط من الشكل المضلل عند التضليل دائما طاقة التنشيط فهي كاف تمثل طاقة التنشيط مش لم تمام هاي أول شغلة الشغلة الثانية أستاذي أنا بهمني هون أنه صاد تمثل عدد جزئيات التي تمتلك طاقة التنشيط عند الثنين و سين تمثل عدد جزئيات التي تمتلك طاقة التنشيط عند دال واحد وبما إن صاد التي تمتلك طاقة التنشيط عند ها أعلى من سين يعني دال اثنين أعلى من دال واحد فعلى هذا الأساس أستاذي بقول السؤال الرمز الذي يمثل عدد الجزئيات سيد أقل عدد الجزئيات إما سين صاد عين ها طبعا عين ها هذول لأن أنا ما بيهمني غير إلا عن طاقة التنشيط هذا لك ما بتهمني رأس الهرم سلام وما بيهمني فبالتالي هون تمتلك طاقة التنشيط عند درج حرارة الأعلى الأعلى صاد لو قل أقل بقول سين زيادة درجة الحرارة لا تؤثر على حكي إن درجة الحرارة زيادتها بتزيد كم من شغلة أول شغلة متوسط الطاقة الحركي للجزيئات ثاني شغلة لهو عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط عدد التصادمات الفعالة وسرعة التفاعل أما الشغلات اللي بتبقى ثابت اللي هي شو طاقة التنشيط والتغير في المحتوى الحراري أما الشغلات اللي بتقل اللي هي زمن حدوث التفاعل أو زمن ظهور النواتج فالآن أستاذي بقول لي لا تؤثر على إما بقول لي طاقة التنشيط أو تغير في المحتوى الحراري دالتا أتش فالجواب شو جيم السؤال اللي بعد بقول لي في التفاعل الافتراضي معطيني هون 2AB زائد 50 كيجي هاي بتدل على شو إنه التفاعل ماص وبتدل على قيمة الدالتا أتش لأنه من ضمن المواد الناتجة تمام فالآن أستاذي بما أن السؤال معطيني التفاعل ماص السريع ارسمو لي يا ماص من صغير لكبير وما دام معطيني الدالتا أتش 50 فبدي أعوضها دايريكت على الرسم 50 لكي ما أنساها جميل معطيني كمان طاقة التنشيط للتفاعل العكسي 80 هاي أحلى 80 جميل شو كمان معطيني طاقة المعقد منشط 170 سبيجيني واحد راسه مربع بقول لي يا أستاذ بقوله نعم بقول لي 50 زائد 80 130 ما بتساوي 170 أستاذ 170 من بداية التفاعل من صفر له لحد 170 لحد هاي 170 تمام الآن بمكن أنا اللي أحكي لك عنه اللي هو 50 زائد 80 اللي هو بدي تطلع 130 اللي هاي لطاقة التنشيط للتفاعل الإيش طاقة التنشيط للتفاعل الأمامي 130 تمام فلو اجيت أطرح 170 ناقص 130 بتطلع عندي المواد المتفاعل اللي هاي كم ده تطلع طاقة المواد متفاعل 40 نيدي نشوف السؤال شو بده هاي السنتاجاتي من السؤال بعدين ببلش أحل السؤال 41 بقول عند إضافة العام المساعد إلى التفاعل فإن قيمة delta H السادي delta H بتقل ولو بتزداد تبقى ثابتة بدكم بتديروا بالكم إضافة العام المساعد تقلل من طاقة التنشيط تفاعل أمامي والعكسي والمعقد المنشط أما delta H وطاقة المواد المتفاعل والناتج تبقى ثابتة هل delta H تصبح أكبر من 50 لا تقل من 50 delta H أقل من 50 لا السادي أكبر لا تصبح أقل طاقة أو الله أقل هيا أقل السؤال اللي بعده بيقول لي قيمة طاقة وضع المواد المتفاعلة تساوي قمي حسبناها 40 40 هيا أحلى 40 وهي خلصنا أسئلة سرعة التفاعل الآن أستاذي الأسئلة طويلة نسبيا نعم كأسئلة المتعلقة بسرعة التفاعل وتحديدا على درس الماص والطار والتغير في المحتوى الحراري ولكن هيك يجي توزيع العلامات فبدنا نمشي مع بعض على أساس أنه نتمكن من كل الأفكار تمام نيجي الآن على الجزئية اللي بعدها ندخل الآن على أسئلة العضوية سؤال 43 بيحكيلي صيغة المركب العضوي في التفاعل ركزه معي ركزه في التفاعل هيدروجين أن آي هذا إضافة هدرج اختزال كحول ثانوي ما دام أعطاني كحول ثانوي يعني هد يكون كيتون لأن إضافة الهيدروجين للكيتون يعطيني كحول ثانوي لو كان الديهايد يعطينا كحول أولي صح فبالتالي هون تحافظ القاعدة العام ارجع شيء للهيدروجين من هون وهيدروجين من هون اربط رابطة ثنائية أو تدور على كيتون يحتوي ثلاث ذرات كربون من صنعت صاروخ يعني نسبيا أنا بهدني أني أميز المركبات الآن أستاذي هذا عبارة عن كحول أولي هذا عبارة عن الديهايد ثلاث ذرات كربون هذا عبارة عن كيتون ثلاث ذرات كربون فهو الجواب سياتي ثري سياتي ثري هذا عبارة عن إيثر سياتي معرفتي لنوع المركب هيل بتساعدني لحل السؤال السؤال اللي بعده بقول لي أنواع التفاعلات التي تستخدم في خطوات تحضير المركب اثنين بيوتانول CH3 CH2 CH OH CH3 من المركب CH3 CH2 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 CL نسبيا لما أجي أركز هنا أستاذي في التحضير أستاذي أنا كتحضير كخطوات مش مطالب بس لازم أعرف شو هي خطوات التحضير يعني ما بيجي السؤال بقول لي من مركب كذا حضر المركب كذا تمام لأنه هذا السؤال مقالي ولكن السؤال البمكن يجي كسؤال ضع دائرة بهذا الآلية هاي الآلية أستاذي بدي أركز أنه هنا معطيني مركب أولي عبارة عن هاليد ألكي الأولي الهاليد الألكي الأولي شو بدي أحوله لكحول ثانوي طريق التحويل المركب من هاليد ألكي الأولي إلى كحول ثانوي تكون كالتالي اللي لازم أعرفه أنه هاليد الألكي الأولي التفاعل الوحيد اللي بيصير عليه تفاعل الاستبدال مع كوتش بيعطيني كحول أولي وعشان نحول المركب من أولي لثانوي علمناكم أستاذي أنه لازم نحذف بعدين نضيف فشو نحذف نحذف ماء حذف ماء بينتج الكين بعدين نضيف ماء للألكين شو بيصير بيصير عندي كحول ثانوي فالآن الخطوات اللي استبدال حذف بعدين إضافة استبدال حذف بعدين إضافة فالجواب دال بما عرفت للقواعد العام اللي سئل لأنه المركب هاد شو بيصير عليه وكيف بيصير أو ليش لازم أو كيف أحول لأنه هاليد الألكي الأول اللي هو هاد عشان أحول لكحول ثانوي هاليد الألكي الأولي ما بيصير عليه إلا استبدال صار كحول أولي الكحول الأول كده أحول لكحول ثانوي بحذف ماء بعدين بضيف ماء بيصير كحول ثانوي السؤال مبدأ عمله سهل ولكن الفكرة العامة بدنا ندير بنا كان اعتراضنا في البداية أنه هاي الأسئلة أستاذي نمطها الأصل ما ييجي ليش لأنه الفكرة العامة أستاذي أنه هذا السؤال يتم حله في أكثر من طريقة في بعض الأسئلة أو في بعض المركبات في أكثر من طريقة علمية صحيحة يمكن تحضيرها فيها فلذلك الوزارة ما تبحث عن هاي الأنماط أو ما تجيب هاي الأنماط لأنه ممكن يجيبوا المادة الغير عضوية المناسبة لتحضير حمض الإيثانويك من مركب الإيثانال لما أجي أركز هذا المركب عبارة عن الديهايد الديهايد أحاول لحمض كربوكسيلي عن طريق كريستيانو رونالدو تأكسد الديهايد لا يتأكسد في البسي الديهايد يتأكسد في كريستيانو رونالدو سؤال 46 بقول السؤال يمكن تحضير المركب بخطوة واحدة باستخدام هسا الان هذا المركب بدي إما كحول بحضره إما بالاستبدال من هاليد الألكل الأولي أو الإضافة للألكين ولكن الإضافة للألكين بدكم تديروا بالكم إنه هون منضيف حسب قاعدة ماركو في نيوكوف فلما أضيف OH بدي أضيف اله هون وال OH ينتج كحول ثانوي وهذا التفاعل خاطئ نسبيا عشان أنا أنتج كحول أولي فالكحول الأول نسبيا عشان أنا أحول أو أحضر لازم أحضر من هاليد الألكل الأولي إلا إذا كان ألكين يحتوي على درتين وقتها ما في قاعدة ماركو في نيوكوف أو إذا كان كحول ثانوي بس الفكرة العامة أن الكحول الأول من خط واحد من هاليد الألكل الأول لكن تأكدوا أنه نسبيا ضررات كربون 1 2 3 4 1 2 3 4 فالجواب 100% صحيح سؤال سبعة ربين بحكي صيغة المركب العضوي الذي لا يتأكسد لا يتأكسد إما كيتون أو كحول ثالثي كيتون أو كحول ثالثي فالجواب السؤال الذي بعد السؤال مخطط بسيط جدا يقول السؤال أدرس المخطط الآتي وما ثم أجب عن الفقرات ركز على المخطط معطيني هذا العروس المحطوط على اللوج عبارة عن كحول ثانوي كحول ثانوي أكسد كريسيان ورونالدو بحذف دارتين هيدروجين H طيرهم رابطة ثنائية C-H3 C-H3 حذف H2SO وركز صدقين حذف ماء ونحذف OH من هنا وH من هنا تصير C-H3 C-H رابطة ثنائية C-H2 دعونا زي بالضبط الآن مع NA وC-H3 CL هذا تفاعل تحضير مين تحضير آيون كوكسيد الآن يتم خطوتين نركز الخطوة الأولى NA يأتي محل H يأتي هنا C-H3 C-H O NA C-H3 تمام لما تتفاعل مع C-H3 CL ينتج المركب كالتالي اطعجوا هاي لتحت بتصير زي ما علمناكم بالضبط C-H3 C-H هي O وهي C-H3 تمام NA بدأ تروح مع C-HL تعطينا نسل والC-H3 مع O بدأ تصير بهذا الشكل C-H3 O تمام O C-H3 وهون C-H3 فشو المركب استاذي المركب الجواب اللي هو دال نفس المركب استطلع حاله في المرأي يعني لو بلشت أنا بC-H3 O نفس الشي هايها C-H3 O C-H تمام وهون C-H3 وهون C-H3 يعني الجهتين زي ما علمناكم المركبين نفس بعض سؤال 49 اللهم صلى سين محمد صيغة الصيغة البنائية للمركب B المركب B اللي هو C-H3 C-H3 كتون شو الجواب ب سؤال 50 مقل الصيغة البنائية للمركب C C C-H3 C-H3 C-H4 C-H2 اللي هو 100 G حبايب القلب رب يفتح عليكم ويسعد قلبكم وينور عليكم بصركم و بصيرتكم حبايب القلب امتحان الدورة الصفية امتحان يتسم بانه نسبيا طويل فلذلك الفكرة العامة لازم احنا نعدي العتاد ما منحكي عنه امتحان صعب ولا منحكي عنه امتحان سهل امتحان يقيس المستويات بشكل عام ولكن هو امتحان نسبيا طويل على ان يقاس بناء عليه مقارنة في باقي الامتحانات الوزارية السابقة ولكن كفكرة عامة احنا جي للتحدي بان نتحدى الوزارة في العلامة العالية ونتحدى الوزارة في العلامة الكاملة ممكن الانسان يخطأ في بعض الاحيان ولكن الواحد يتجاوز خطأه بده يقاوم الآن كل شيء يمنعه أن يوصل لهدفه فبتمنى لكم كل التوفيق حبايب القلب احنا حلينا أسئلة الوزارة من ضمن الشروحات ولكن ارتقيت أنه بناء على طلب الطلاب حبايب الطلاب أنه طلبوا مني أحللهم امتحان الوزارة بفيديو منفصل فتم حل الامتحان وأرجو من الله العون والسداد والتوفيق على أن يكون وفقني في أداء هاي المهمة والله يحملكم ثقيل جدا على كتافي فياربي كن معي وهون علي ما بدي منكم غير الدعوات الحلوة ان شاء الله ربي يفتح عليكم ويرضع عليكم ويسعد روحكم ونشوفكم بأعلى الدرجات وأعلى المراتب السلام عليكم ورحمة الله